استهدافنا من البر والبحر والجو جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية في منطقة مخيم النسيرات ومحيطه وسط قطاع غزة وصفها بالاستثنائية والحصيلة حتى الآن وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهادوا أكثر من 90 فلسطينيا نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة على الجانب الإسرائيلي كشف بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشباك والشرطة عن استعادة أربعة أسرى إسرائيليين هؤلاء تم استعادتهم وفق البيان المشترك من منطقتين في قلب مخيم النسيرات تم نقلهم لإجراء الفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير في تفاصيل هذه العملية قال المتحدث والعسكرية الإسرائيلي دانيال هاجاري إنها نفذت بناء على معلومات استخباراتية وعمليات للشباك واليمام وانطوت على مخاطر كبيرة مشيرا إلى أن إنفاذ أو إنقاذ المحتجزين كان قيد التخطيط منذ أسابيع وأعلن إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح خطرة خلال هذه العملية في أول تعليق على العملية قال مسؤول في حركة حماس لروترز إن تحرير إسرائيل أربعة رهائن بعد تسعة أشهر دليل على الفشل وليس إنجازا أما المكتب الإعلامي والحكومي في غزة فأكد لتلفزيون العربي أن نتنياه استعاد أربعة أسرى بإيقاعه عشرات الشهداء والجرخى في مخيم النسيرات